بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم يا حياتكم جميعا في شرح المحاضرة الثانية من مادة المهارات التصالي الطبية على ملفات اللجنة معكم مصف حمد وإن شاء الله أكون معكم في شرح المحاضرة المحاضرة تحكي عن كيف تتعامل مع البيدياتريك بيشنت اللي هم الأطفال لما يجدك طفل العيادة أو كذا أو أنت مثلا متخصص بالبيدياتريك فهذه المحاضرة بتهمك نوعا ما تقريبا هي أنت بتهم الجميع عشو ممكن أن تخصصك أو أنه ممكن يجيك أطفالها عشو ممكن أن تخصصك هي بشكل عام المحاضرة يعني أغلبها نقاط ما فيهاش إشي معا ما أغلبها من يعرفها ما فيهاش إشي معا ما نحكي حتشوفوا أنه بتكرر بعضها مرة بعد مرة بعد مرة فهي إن شاء الله محاضرة سهلة وبسيطة وإن شاء الله أستطيع الامتحان لحد ما بضمونه طيب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الله سهلة لما جعلتها وسهلة وأنت تجعل الحزنة إن شئتها سهلة الشغلة سريعة عندما نتبه المحاضرة أنه أنت في التعامل مع الأطفال حتلاقي أنه عندك فيه مثلث هذا المثلث نحكي فيه ثلاث عناصر هم من دمنا ثلاث عناصر بتراعيهم بكل إشي تسوي بالعادة أنت ما يجيك بيشنط طبيعي مثلا أنت كدكتور علاقة فيه كبيشنط ممكن الثامن يتاعته بس كأشي ثانوي بس علاقة رئيسية بالعادة بتكون بين الدكتور والبيشنط اللي هو المريض والطبيب الآن في الحالة لما يجيك طفل في عندك عامل ثالث أو ركن ثالث اللي هو البيرونس تعالون هذا شي مهم جدا من ناحية أن الكمميونيكيشن الأغلى ويصير معهم ومعنا ذلك فهو جانب جدا مهمة راعية أثناء العملية العلاجية في هاي الحالات طيب الآن بتبدأ المحاطة تحكي لك أنه أثناء العلاج المريض بشكل عالي الفقرة مش خصوصا بيدياتريكس لازم يتراعي شغلتين اتراعي موضوع الكوغنيتف أنك تكون ملم بالحال المرضية والعلاجية والأدوية ومع ذلك أشي الطبيعي ليش نمدرسه فيه الكلية في موعدنا وتراعي حالة نحكي النقطة الثانية هي الأفكتف من ناحية المشاعر والفيلنجز والإموشنز وشو ردت فعلهم مثلا العلاج يخذ برضها شي مهم مهم أكثر أحيانا من عند الأطفال الآن communication should be responsive to that patient and family's need تمام في حالة الpatient هون حالة المحاضرة هي الطفل لا بد أنك تراعي برضو دائما أنه الpatient شو بده والfamily تعينه وحتكونوا عما أكثر في حالة بيدياتريكس هذا الإشي النقطة الfamily's need حيث أنهم البارنس سيكونوا دائما معك ويمشي خطوة خطوة وما لذلك فهذا ركن أساسي ومهم جدا بيأثر جدا على ذلك دكتور كونه هم لما تعطي مرض توصفش إشي للpatient هو الطفل الفاميلي أو ولي أمره أو والده هل سيتابع هذا الإشي وما لذلك فهو مهم جدا أنهم يكونوا برضو ملمين بكل تفاصيل أثناء العملية العلاجية وضع شي حكناهم طيب الآن في حالة الـ والـ 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 هذه المثلث في 3 elements لازم اتراعيهم أول شي أنك تعطيهم معلومات نوعما كافية من ناحية النوعية ومن ناحية الكمية تمام من ناحية الكمية النوعية أنك تعطيهم توصف لهم وتفاهمهم طريق نوع العلاج وما لذلك كيف وما لذلك ولكماند تعطيهم معلومات بكمية كافية لنحكي يكونوا ملمين بكل إشي وكل التفاصيل عن العلاج الـ الـ نحكي نحكي محسيات بعض المرض وما لذلك وتعطيهم نحكي الاهتمام وتراعي مشاعرهم أحيانا في بعض المواقف اللاجئة ممكن نمر فيها خلال المحاضر الـ الـ لا بدنا تكسبوا الثقة مع الـ وأيضا مع الـ وهذا شي جدا مهم مش بس تكسب ثقة الوالدين تكسب برضو ثقة الطفل بعض التصرفات بحيث أنه ما يحسش أنك مثلا تؤمر أمر أو ما لذلك لا يحس أنك صديق أو ما لذلك بحيث أنك تمشي العلاج بطريقة ثقية وجميل ولطيفة تمام وهذا شي حكي نحكي أعطيه الإحترام الكامل دائما أستخدم اسم الطفل بحيث أنه يشعر بالثقة ويشعر أنك تعامل معك بشر فهذا شي جدا مهم برضو أنه عما تدربك على تفاعلاتك مع الطفل خليك مبتسم تلهمه نيوس برضو الفكرة هون بكل حكيات أنك تعطي للطفل عما زي مركزية منيحة أو أنك ما تهمله فهذا شي جدا مهم برضو هون يعني هيك النقطة هاي أنه حاول دائما اسأل الطفل ومثلا شو بحس بألام أو ما لذلك افهم منه ممكن يشرك على مكان معين خلال هاي الأشياء هاي الساينز اللي بطيك هيها الطفل أنت بتروح على الوالدين أو شو ما كانوا ولي أمره يعني بتكون معاه وبتفهم منه أكثر حالة الطفل فبرضو إشي مهم جدا أنك بتطفل أثناء العلاج وتخذ الهستيرما لذلك بحيث أنك توصل لإشي واضح أثناء العلاج طيب عما تخش الفيزيك الإجزام دائما حاول أول قبل ما تبدأ بأي إشي حسنا مهم نقطة هون في نقطة قبل هذا تكون هي لأنه كل الأدوات تكون جاهزة بحيث أنك تبعد أي حاول دائما عادي عما توقع ملتزمة في الطباء أنه كل شي يكون جاهز بأي نقطة هاي أنه حاول دائما من خلال نظرك ومن خلال فحصك إلى المبدأ ممكن تعرف أشياء ممكن لا الطفل ولا الوالدين يحكي لك عنها من خلال خبرتك طبيب ودراستك ومعرفتكم على ذلك فهذا شي مهم نقطة مهمة خصوصا هنا في الأطفال اللي نحكي عمرهم صغير لا تأخذ منه اللي نحكي من الوالدين مثلا تفحص أذن اليمين ومثلا تفحص إذن اليمين أو وليد اليسار فأنت تطلو من الوالدين حفحص حكيك خط الإذن ما بتحكي للطفل إذا كان صغير خصوصا أنه بسير أفحص لك أو كذلك ممكن تحيله طريقة أخرى مثلا أفحص لك إذن اليمين فأنت بتحكي لله بتكون ذكي بطلحك هذا السؤال بشكلتين أنك ما بتحكي مثلا للطفل يحكي لك لا تمام وثاني شي ما بتعطي للطفل نوع ما شعور أنه هو اللي بيختار أو هو المتحكم بتحكي له شو أفحص لك إذن اليمين وإذن اليمين بحكي لك مثلا اليمين وما لذلك بس لو حكيت له ممكن أفحص لك إيديك بحكي لك لأ ممكن فهذا إيشي نوع ما بيعتمد على فطنتك نوع ما طيب بقولك أنه هاي النقطة بتحكي لك أنه حاول دائما ركز على راحة الطفل مثلا لما يكون بالكيرجيفرز لاب يعني لما يكون في حالة مثلا يعني يعني هو يكون في حالة الراحة مثلا يكون في حضن والده تمام وحضن اللي معها فممكن تفحصه في هاي الحالة يعني ما تقدر تفحصه شو ما كان وضعته ما تركز كثير أنه هل هيكون متمدد على السرير أو ما لذلك فهذا ممكن يبطئ العملية جدا وهو يصعبها شوي عفو طيب لما عندك تشيل أوعي اسأل والده إذا كان كبير شوي يعني مثلا عمره 12 عشر واعي نوع ما أطلب أنه أنه هو نحكي من الطفل نفسه أنه يخلع وعي طيب أثناء أنه ممكن تعطي الطفل إشي زي توي أو أي أين يكون يعني بحيث أنه نوعا ما ممكن لعبة خاصة فيها بحيث أنه يشعب راحة سوارف طيب ممكن تستعمل فيديوهات كذا أو أشياء سمعية موسيقى أو كذا وما لذلك بحيث أنك تلاحيط طفل أشياء أشياء وما طيب إيج أبروبريات كونفرزيشنز ولك هون حاول داما استعمل معا لغة بفهمه حسب عمر الطفل طبعا كل ما كان عمر الطفل أكبر أكيد يعني تستعمل معا الكلمات التي تحكيها بالعادة بس إذا كان عمر الطفل صغير يعني عشر سنين أو خمس سنين مثلا خمس سنين مثلا أو ست سنوات ممكن بعض الأشياء بيحكي عنها كلمات أخرى ممكن يستعمل مصطلح للأذن غير الأذن مثلا فأنت برضو هذا الشيء بهذا الجانب بتستشير الوالدين بتحاول تكون متفاهم مع الوالدين بحيث أنك تفهم لغة الطفل ونوعا ما تكسب ثقة وهذا جدا شيء مهم أثناء الفحص دائما هدفك الإساس هو تكسب ثقة الطفل وتكسب ثقة الوالدين أكيد وتكسب ثقة الطفل ونوعا ما أحيانا تكون أصعب أحيانا مش تغط طيب برضو راعي الأشياء الثانية غير أنه تفحصه بشكل طبي راعي ردات فعله من على عينيه وما لذلك أو ممكن يساوي حركة معينة تدلك على أنه صار فيه واجع وما لذلك فهذا شيء جدا مهم في العملية طيب ابدأ بالأشياء المانوفرس اللي هي نحكي الأشياء أثناء الفحص بالفسق الإجزاء هو صحب بالفسق الإجزاء الطبيعي لما يعني نحكي تفحص أي بيشنت تبلش بالإنسبكشن اللي هو أنك تطلع عليه بعدين بالبيشن تلمسه كذا تستعمل اللمس بعدين اللي هو الأسكاتيشن أو الأسكولتيشن اللي هو أدوات القياس ممكن فقط تستعمل الاستيثوسكوب الذي يستندقى القلب وما لذلك بعدين اللي هو البركشن هذا وضع الطبيعي لكن ممكن مثلا بالأطفال ما تستخدم مع طول البربيشن ممكن ذاقي الطفل تمام وانت بتروح وين على المثل مثلا تبدأ بالأسكولتيشن تمام ممكن هذا الإشي تستعمله أثناء الفحص بحيث أنه ما يذاقي الطفل وما ذلك فهذا إشي مهم هاي أسكولتيشن تمام أحيانا هاي أشياء مهمة برضو أنت ممكن هون مثلا تعطي الستيثسكوب يمسكه كذا أو يجربه بحيث أنه يشعر بالثقة هذا شي جدا مهم و يعني مهمة تكسب ثقة الطفل أثناء العلاج أو الفحص ممكن مثلا مهمة لك نقطة هاي من أنه ممكن تعالج الطفل أو تفحص ومع ذلك من خلف من دون ما يشوف بحيث أنه ما يشورش بالتوتر هاي ممكن تعطي دول أو كذا بحيث أنه يلتحي طيب لك أنه إذا كسب ثقته قرر من طبيعي فإنت إذا كسب ثقته ممكن تخد ودلق الدام وتحاول تسرع العلاج أو تسرع الفحص وكذا بحيث أنه يطلب كفاءة على دائما تخلي الطفل أشعره أنه هو جزء من الفحص أو جزء ما يش بتسوي أحكي لي تسوي طيب مثلا أنت دائما هنا بلوق النقطة هاي أنه استعين بالبارنت نفس قصة المنطقة بتشوك فيها وكذا ممكن تستعين بالبارنت أنه ممكن يضغط ويفحص هذا بالدام وانت تشوف شو ممكن ردة في الطفل بحيث أنك ما تسبب أنه الطفل يشعر بعد ما الثقة بإنك وكذا وإنك بتسبب له ألم فهذا شيء مهم أثناء الفحص طيب بقول لك هون أنه بالفور أبديم للأعزام ممكن تخلي الطفل أنه تستخدم أيديا وكذا بحيث برضو هون كل النقاط يبدو أن الطفل لا يشعر بالخوف أو ما ذلك طيب دائما نخلي حكينا حكينا أول شي أنك تبدأ بالن distressing وكذا خليه لأخر إشي تمام برضو بتحكي للوالدين أنه هساوي هيك برضو جدا مهم أثناء ما تساوي هاي الأشياء خلي الوالدين هم اللي يشعروا بمسكي الطفل أو ما ذلك تعطيه إبرا أو ما تعطيه فاكسي معين ماذا يكون أشياء في كثير النقاط ممكن تحكيها بأحد نقطة بس فكرة أنه دائما نستعين بالوالدين بأنه هم اللي يمسكوا الطفل ويهدوا ويهدوا وماذا ليس النيرس أو حدا معك مثلا بالطبيب ثاني طيب حكي للطفل لما تخلص هذا أشيء مهم ولكن برضو أنه ممكن تخلي الطفل يمسك برضو هنا ما يرجع لبس الطفل أعطيهم برضو أعطي والدين مدة زمنية كافية ممكن مثلا أحيانا لما بدك توصف مثلا نتيجة الفحص أو ممكن تستعين بالرسم مش فقط للطفل ممكن حتى الوالدين تسهل هذا ويعتمد صراحة على تحهم طيب الآن هنا برضو كومنيكيشن ويهدوا هنا أشياء الآن في سيرجيكال بروسيجر أعطيهم معلومات كافية عن السيرجري برضو هنا فكرة بسيئة بحير هنا أعطوهم معلومات كافية برضو مهم جدا أن تعطيهم معلومات كافية عن مرض هذي شي نقطة مهمة ومحور أساسي في جميع التعامل مع أي مريض برضو لازم هنا تعطيهم طبيعة المرض والأدوية وبرو إذا كان لازم يكون عندهم معرفة كافية أو يعني وعي أنه حيكون عما كطفل خصوصا في البيانت يكون عندهم وعي كافية أنه الطفل ممكن إعلاجه ويكون لها مدة طويلة برضو إذا كان في دكاثرة ثانين يكون برضو في communication واضح وقوي بناتهم بحيث أنه المرضى أو جميع عفونا طباء يكونوا على معرفة كافية بحيث لو أجأ أحد من البيانت أو البيانت سألهم أي شيء يكون كل ويكون الصورة واضحة وجلية عند البيانت طيب من نسبة لهذه النقطة بحكي لك أنه بعض العائلات أنه حيانا ما بفضلوا يعطوا الطفل ويحكيوا كل المعلومات على المرض ممكن يكونوا محهم سرطان ما ذلك الله عافينا وعافيكم هسه هو المفضل أنه دائما يكون نوعا ما جزء من العملية ويكون عندهم نوعا على الأقل معرفة ولو بسيطة عن الموضوع لو كان مع لوكيميا أو مع إشي معين ممكن توصف أنه مع مرض في الدم وليس يخذ العلاج هذا إشيء ممكن ما تحكي له العلاج كيماوي خصوصا لوالدي ما بفضل هذا بس على الأقل تحكي له أنه هذا العلاج مثلا حتى تيجي يطلب أنك تيجي على المستشفى بشكل يوميا بالأسبوع أو لذلك تمام الآن قصة هنا بحيك أنه تراعي الأشياء الثقافية والعادات والتقاليد الموجودة هون بطريق التواصل المناسب ممكن البعض ما بفضل تواصل مع والد وممكن تواصل مع والد فهذا يجب تراعي ممكن هذا إذا أهل المريض فبعيق العملية العلاجية فهذا شي جدا مهم تراعي برضو اللغة المستعملة أثناء العلاج وهذا نستعمل نحكي اسم الطفل الآن لا تحكي على الهاتف يعني إذا حبهم يعني مثلا أنه دائما تحكي ممكن تسأل أو قبل ما تحكي الإشي اللي ممكن نكون مع سرطان أو شي معين أو مثلا الطفل على حافة الموت أو مرض خطيرة أو ما لذلك شفتوا عند الطفل فأنت ممكن تسأل قبل ما تحكي مثلا ولدت ولا حال أو تسأل هل بتحب يكون حاجة معها ممكن يجيب أختها وزوجها وما لذلك معا تسمع هذة الإشي وكون نوع ما زي سببورت لإلها إذا حب يعني يطح الوالدين أنه شوف الطفل وكذا وينمسوه خليهم ما في مشكلة خلصا إذا هذة إشي بيزيد بيخليهم أكثر بالعلاج تمام لا تفاجيهم بكمية معلومات كبيرة مرة واحدة ممكن يعني مهدي لهم موضوع هذا الشي جدا مهم رأي مشاعرهم أعطيهم اهتمام وأحكي لهم دائما المعلومات بالمكان والزمان المناسبين دائما أعطي طفل والوالدين تعونه نحكي وقت كافي مع بعض الآن هاي النقطة هون مهمة دائما بالعادة أحيانا بعض الآباء نوعما يعني بعيقوا العملية العلاجية يعني مثلا مرة مرت علي في عيادة عيادة أسنان نحن نحن كالطباء نحن ندخل بس برطة وقع الأسنان بخضوها المهد نحن توقع هي مهمة جدا في أحد والد الذي أذكره بالخير في أحد الأطفال كان الدكتور طب الأسنان بعطيه نوعما زي مخدر فبعطيه بيبرز هم تعرفوا فالوالد تاعت الطفل يعني حكت له الطفل أنه دير بك ماما حس حيطيك الدكتور إبرة الطفل اللي سمع إبرة من هون سليسرخ تمام وصار يعيغت وكذا وكيدنا إنزان متعرف خلاص الدكتور حكرا متعاييم ثاني فانين خلاص ما هو زبط الطفل سكر ثمه ما قبلش فحينا هيك برضو هيك إشي صغير في إشي بتطور الأشي أكبر من هيك فحينا أنت ممكن تطلب منهم إنه هيك النوعيات أو هيك نوعية العائلة إنه يطلع من الغرفة وإنت نوعا ما بتخلي بس يطلع من الغرفة لا يعني إنه مثلا تقطع الاتصال معهم ممكن تخلي مثلا medical person nurse أو مثلا أي دكتور ثاني بيعرف عن الحال المرضية يشارك معك أو يخليهم يظل معهم وكذا طيب إذا كان بالICU اللي هو pediatric ICU دائما نخلي دائما frequent communication دائما نخليهم على اطلاع كل شي بيصير دائما نخليك نحكي نحكي لهم أشياء نحكي مؤملة أو إشي يعني متفائل ولكن نخليك دائما صريح وما تحكي إشي ممكن نحكي مغلوط بحيث أن تسعر فقط إنك تخليهم متفائلين ممكن تخليهم متفائل غلط دائما نستعمل open into the question نستعمل closed لهم yes و no تمام دائما نناقش مع الفامني أو مع parents شو ممكن نحكي النتائج أو شو ممكن يطلع من هاي العملية دائما وافل عائلة المريض بإذا صار في أي تغير في مكان المريض نفسه دائما نخلي دائما النير أو أي شو أي طرف بالعملية دائما نخلي في involved دائما وجود وعارف كل شي بيصير على كل التباصيل بحيث أنه يكونوا منومين كل شي رائعي برضو الأشياء العقائلية والدينية والروحية اللي بيعتقدوها بعض المرضى أنه مثلا بيجيك مثلا أحد المرضى بطلب أنه شيخ يجي يقرأ على المريض أو مثلا أنه مثلا أنه هذه المرضى يحملوا كثير عقائل أو عقائل مختلفة وعلى ذلك خصوصنا حتى في منطقتنا هنا فوالرضو يجب أن يقرأ هذا ممكن مثلا إذا هذا بريح الأهل ممكن تسمح هذا بشكل محدود دائما خصوصنا بالإيسي وكأنه هذا نحكي إشي خاص معما تمام الآن بالأمرجنسي ديبارتمنت الدكتور محنكة هوش إذا كان في حالة طارية دائما أعطي مجال أنه يظلوا مع الطفلهم وبرضو خلي بديك بحيث أنه يظل مع الأهل هذه المعما نقطة مهمة ويعطيهم معلومات من ذلك برضو يطلعوا منهم يطلعوا من الغرفة إذا كانوا بعيق وعملية الفريق تمام هو الفريق الصحي الآن في حالة الطفل في حالة ما يكون طفل مريض دائما نناقش الـ goals of care مع الـ parents وحاول يكونوا واعيين بهذا إشيء حين يكون هو إشي palliative يعني هي تلطيف حين أنت ما بيكون مثلا الكير تاعك هو هدفه علاجه يمكن هو هدفه تلطيفه أنه يخفف الأعراض بس هو منها يخاص واضح أنه بعد فترة راح يكون حتم الموت فهذا شيء برضو واضح لابد أن يكون واضح عند العائلة والـ parents وما تخفيهم عنه تمام avoid هذا شيء بصير لما يكون عندك فريق مثلا عند الدكات دائما حاول تجنب الميكس الكون متعارضة تمام هذا شيء جدا مهم برضو أكد دائما على التواصل بين الـ اللي هو مثلا إذا كان فيه فريق تيم الـ جدا مهم بناتهم بحيث أنه ما حالي وصل رسالة خطأ للـ parents ممكن أحد الدكات يساوي مثلا خطوة ما حالي بعرفها عن الثاني فممكن يجد عائلة على الثاني يسألوا هم ما بعرف عن خطوة اللي سواها أحد الدكات فممكن يعطيهم معلوم مغلوط عن هذا يشي في الصرف خاطر مع المريض فهذا جدا مهم بالنسبة هذا الإشي دائما عارف حالة الفاميلي و إشرح لأنه ما حكناه مغلوطين فمشي جديد مخلصة المحاضرة يعطيكم عافية رب ومفقين في هالمادة سبعا ومحمده نشهد الله لا تنستغفر وانتوب ولي اشتركوا في القناة